عزيز المشاهد أهلا بيك وسؤال صعب مع الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا بوجود نيافتك معنا أهلا بيك جناب الأسيس بيحصل اعتداء على الأطفال بيحصل اعتداء الاعتداء ممكن يشمل لاغتصاب يشمل القتل يشمل الخطف النهاردة في ناس ممكن بتسرق الأعضاء بتاعت الأطفال لماذا يسمح الله بكل هذا ولماذا لا يحمي الصغار أولا افتراض أن الله لا يحمي الصغار افتراض غير صادق وغير حقيقي وهناك عشرات القصص الموجودة في الحياة المعاصرة عن أطفال صغيرين وقع من الدول العاشر ولم يصاب بأذى أو ما ماتش أو ما إليه فقصص تدخل الله وأن ملائكة الله بتحمي الأطفال الصغار حقيقية ولا يمكن إنكارها ولكن السؤال الثاني اللي هو لماذا يسمح الله بما يحدث للأطفال فهذا أيضا افتراء غير حقيقي من قال إن الله سمح الله لا يسمح بالشر لا للأطفال ولا لغير الأطفال الشر يحدث بالمعاندة لمشيئة الله وضد إرادة الله وإذا افترض السائل أن على الله أن يتدخل لإيقاف تصرفات الشر اللي أي إنسان بيعملها فهذا معنى أنه يطلب من الله أن يلغي إنسانية الإنسان وأن يلغي حرية الإنسان وأن يصبح الإنسان حيوان بلا عقل وبلا إرادة وبلا حرية هذا برضو فهم خاطئ لمعنى أن الله خلق الإنسان نخلق الإنسان على صورتنا فالله خلق الإنسان على صورته في البر وقداسة الحق وفي الحرية واقتمنوا كابن وشريك لأبوه في رعاية الأرض ومن فيها ومن تحت سلطانه إن الإنسان أو بعض الناس اختاروا الشر أو خانوا الأمانة فهذا ليس بسماح من الله ولكنه بانحراف الإرادة الإنسانية الحرة شكرا جزيلا وبشكرك عزيز المشاهد ونلتقي مستقبلا مع سؤال آخر صعب شكرا جزيلا